رمضان كريم عليكم مشاهدين في قناة زاقروس الفضائية رمضان كريم عليكم زملائي من داخل الستوديو تقريرنا اليوم عن النباتات وكيفية الاهتمام بيها والعناية بيها وبالأخص وبالتحديد الزهور ابقوا يانا المزيد من التفاصيل مرحبتي انا اهلا وسهلا اليوم احنا تقريرنا عن النباتات وبالتحديد الزهور فاريدك تحكيلي شوية عن النباتات بصورة عامة اي اكو عمو نباتات اكو اشكال النباتات اكو صيفية واكو شتوية واكو دائمية ماشي عمو وعدنا ظليات وعدنا مثلا مال حديقة هاي انواع الجسمة الزهور وبالنسبة الزراعتهم عمو اكو فد يعني فد شون نقول خلي نقول قانون القانون مالهم بالنسبة للماء عمو الماء مالهم اه شوفين عينيش ميزانيش عينيش ميزانيش شنو عمو اشوف التربة ان كانت رطبة ما ازقي يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ايام سبعة ايام ما ازقي يعني الماء هم الى تأثير اه درجة الاولى الماء عمو بالدرجة الاولى هاي اذا كانت رطبة ما ازقي اذا كانت يابسة نصف قلاس نصف قلاس مثل باشر عطشت ما لازم اسبوع باشر عطشت باشر انطيها نصف قلاس عقبة اي اي الزهور الزهور اكو اشكال اكو اشكال عمو الزهور منها الصيفية الصيفية شنو عمو اكو جعفري القديفة الزينية الحنة عرفو الديش يالديش او صباح الخير اه اقرنفيل مينة هاي الاشياء اللي تنزر حسا وقتها اي واكو اشياء قدنا دائمية الدائمية عمو قدك مثلا الروس ورد الجوري الراسقي العطرة بتلقنصر اه الجربرة الدم العاشق الراسقي الجهنمي الشبوي الليلي العطرة اه الياسمين انت عددت انه هواية انواعه من الزهور بس رايد نعرف اللي فصل الصيف اللي اكتر شي واللي عمرها اطول هذا دائمي عددت كل عمو هذا دائمي 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 شوكت مايعجبش تزرعينها نعم خاصة اذا كان بالسندانة السندانة أو بالتنكة أو كيس النايلون هذا كله يرهم شوكت مايعجبش تزرعين شوكت مايعجبش تزرعينها ليش هذا مايتأثر وراح أشوفت شلون يطلعونها وشلون يزرعين نعم عندنا هاي الشتلة هاي الشتلة عمو هاي تريدين تزرعيها بالحديقة أو 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 تزرعيها بسندانة أكبر شا تسوين تحطين أصبعش هنا أنا تقل بيها بس تسوين هالشكل باي عمو تسوين هالشكل راح تطلع عندش قالب هذا سماد مالها بالقالب مالها تنزليها بالقاع وتدفنيها بتموس وزميج تدفنيها تمام وتزقيها شنو أنواع الأسمدة اللي تستخدموها الأسمدة أكو عدة أنواع عمو منها البتموس والبتموس بي حوالي عندنا ثمان أشكال ثمان أصناف وتكرمين الدمن بعرور هذا مال الغنم هاي اثنين والخنس الخنس الخنس تكرمين مال مجاري هذا أقوة سماد اللي يحطون الناس ايه مين يعني شون تحطنون عنه هذا الروح للمجاري تكرمين ونوصي فيجيبون نيال وريات ونعبيه بكياس زين برأيك أنه النباتات اللي تتحمل درجة حرارة عالية بما أنه احنا فصل الصيف قد نقلش حار نعم شنو هي شنية أكو عدنا فرشة البطل نعم يعني الكابرس كابرس عندش الدادونية عندش يعني هواية كل شو هواية زين آني عندي معلومة هيتش يعني عرافتها إنه إذا نبتة ماتت نقدر إنه نرجح سهلة سهلة هاي شنو هاي الشغلة عمو هذي النبتة شون تموت أكو عدة أسباب أنا خبرة تحت شجاج 55 سنة بالمشاتل هذا شنو عمو يعني مالتها هذا مي تطون هواية على بخطية النبتة خننطيها مي هذا المي هو اللي موتها هاي وحدة هاد بالدرجة الأولى المي بالدرجة الثانية شنو عمو يرادلها ضوى شمس ضوى شمس يرادلها لازم تشوفيها ضوى شمس ما يكون نبتة ما تعيش على ضوى شمس يعني الضوى الشمس سوي مال كلورفين مادة كلورفين وهاي سوي الغذاء مالها النبتة صحيح فهذا عمو لازم المي قليل عينش ميزانش قلتلي شرحتلش أكو بعض الناس إنو يذبوها خلص لا 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 يجلغونها يجلغ لي الساق مالها يجلغها بظفرة إن كان أخضر هاي طوق بيها مجال إن كان يابس تكسرينها لا هاي ما تفيد بس إذا خضرة أكو عندي أسمدة أسمدة أهيومك ألماني تيس ألماني أهيومك أسد هذا شنو عمو هذا يرجع لك النبتة شباب نعم فهذا موجود هذا تتخلي مننا خاشوق يعني يختلف عن أنواع الأسمدة لا نعم نعم يختلف هذا موجود عندنا يعني أنا أشتريه كلها أكياس كلها أكياس كلها أكياس أشتريها وأمطيها للناس على شكل تشياس صغيرة زين أنت شنو تشوف قبال الناس أكثر شي على يانو الظليات الظليات عمو يعني خاصة هسه فصل الربيع والناس يعني تكيف على هذا الزرع والزرع حلو تدري الماء والخضراء والوجه الحسن نعم الناس تجهل العناية بالنباتات بالبيت ويهملوها فأحب أنه توضح لي هذا الشيء اي باعي عمو أول شي الناس مثل تأخذ داخليات أكثر الناس هسه تأخذ داخليات الداخليات عمو يرادلها أجواء الأجواء مالتها أولا مو حرارة يعني خلينا نقول معتدل جو معتدل لا حار ولا بارد ماشا عمو هذا أول أول نقطة ثاني نقطة عمو السقي هذا أأكد السقي وضو الشمس هذا أهم أهم الأساس يعني هذه النقاط الأساسية بزراعة الذن الداخليات فالمي عينش ميزانش نعني وضو الشمس يوميا ما لا يقول عن ساعتين يضربها ضو الشمس مثلا قولي أنا ما عندي ضو الشمس مني أنا أجيب لك أقولي ما لازم قلوب أصفر مصباح أصفر ما نمال قبل نسميه أبو الستين هذا يخلوه عمو فوق النفتة بعد فد مترين مترين ثلاثة يتخليه فوق النفتة رح يضرب عليها ضو الشمس يعوضش عن ضو الشمس المهم وجود ضوء يعني ضو الشمس